اشتركوا في القناة للي ما عنده اشدم يا بدي الدم بدي الدم يا بدي الدم لنا عندك حب الدم يلا رح نعمل معه يديهم للي ما عنده اشدم يا بدي الدم واحدة راح ازتوق الشاري الجزمة لابنها دفعت 6 جنيه ونص تاني يوم الجزمة انقطعت راحت لصاحب المحلي وقالت له مش عقب يا راجل اخد منك الجزمة انبارح للوقت والنهاردة تتفردك بالشكل ده قالها مش ممكن يا هاني احنا هنا احسن محلي استوري جزم ماتينة بس لازم ابنك لبسها واحد متجوز ثلاثة فيهم واحدة وحشة قوي قبلته مرة في الشارع وقالت له تعالا هنا انت ما عندكش دم ليه اتجوزت علي يا سعاد قلت اسمه ونصير اتجوزت فهيمة قلت يا بنت زي بعض طب اعدل بقى يوم عندي سعاد ويوم عندي فهيمة ويوم عندي قال لها ولا تزعالي حنخليها بالبخت كل يوم حمسك قرش واحدف الفوق لو نزل صورة اروح لسعاد لو نزل كتابة اروح لفهيم قالت له يوه وانا حتيجي عندي امتى قال لها لما ينزل على سيفه بتاع اللبن كل يوم الصبح يفوت على زباين ووديهم الرات مرة واحدة قالت له يا سلام يا معل امبرح اللبن كانت ييلي وملاني اشتا وزي الفل قال لها لمؤاخذة يا ستاة اصل امبرح كانت الميا مقطوعة موسيقى بانك الدم يا بانك الدم شوف لنا عندك حب الدم يلا الحق نعمل معه يديهم للي ما عندوش دم يا بانك الدم بلونا عرفت تشفي خزينك دورها لأكبر كمية عند كتير رح يبقى زباينك صنف مجرد ملأ دمية يلو نهار فتشفي خزينك دورها لأكبر كمية عند كتير رح يبقى زباينك صنف مجرد ملأ دمية حرموا من نقطة دم باكدرينها الخفر الدم باكدرينها الخفر الدم بسعبني بشوي الدم يا بانك الدم رجل بخيل او ابنه بيشتغل بتلاتين جنيف الشهر ياخدهم منه كلهم ويددولوا في اليوم خمسة اغمى صروق مرة جاب له المهية نقصة تلاتين قرش كان حيتجند مرة تانية لقى المهية نقصة تمانين قرش كانت حجيله سكتة قلبية نده الابنه وقال له اعتبرني أخوك كبير وقل لي بصراحة تتجوزت من ورايا؟ واحدة راحت لعمها اتعيق انت يا عم اللي شرطة علي بالمحامي ده حكمه على جزء بالاعدام قال لها شد حيلك يا بنتي وخلي عندك صب مش جاهز لو محامي غيره كان طينا كمساري في القطر زابت راكب معاش التسكارة قال له افاشتك وحاوديك في دهي قال له ربنا يسطرها معاك انا خلي الشغل ومسافر ادور على لقمة عيش صعب عالك كمساري وقال له طب نام هنا تحت الكرسي ده عشان المفتش ما يشوفكش قال له ربنا يجبر خطرك بس والنبي ما فيش كرسي غير ده حسل ليه واحد صاحب نايم تحت بانك الدم يا بانك الدم شوف لنا عندك حب الدم يلا الحق نعمل معروف نكتيهم للي ما عندهش دم يا بانك الدم اي ابنك في الدنيا بحالها خد منها بالعملة الصعبة ده فيه ناس لو تعرف حالها اي معاملة معاهم صعبة اي ابنوب في الدنيا بحالها خد منها بالعملة الصعبة ده فيه ناس لو تعرف حالها اي معاملة معاهم صعبة تجرحهم ولا ينزل دم تحريكهم يبتسموا يا دم تجرحهم ولا ينزل دم تحريكهم يبتسموا يا دم تسعبني بشوي الدم يا بانك الدم شركة سجاير استغلت سباق للدرجات في الدعاية واعلنت كل يوم تفرج يقطع تسكرب خمسين قرش ياخد علبة سجاير مجانة واحد في وسط الزحمة دخل تفليد مراقب الباب شاف سابوا لغاية ما خلص شغله وراحله بين المتفرجين ودالوا خمس تقلام على وشه وقال له الألم ما عاش ساغ وكده نبقى خلصين وسابوا ومشي قال له تعالى هنا تحتقني فين علبة السجاير عمدة من الأرياف واقفة في محطة مصر قرب منه واحد شال شوية ورد وقال له يا صباح الورد يا عمدة نهارنا زي الورد يا عمدة بالحضن يا عمدة بعد ما مشي العمدة حسس على جيبه ملاشي المحفظة وقف مبلم بعد شوية قرب منه واحد شال شوية فل قال له يا صباح الفل يا عمدة نهارنا زي الفل يا عمدة بالحضن يا عمدة قال له مفيش داعي لطشها بتاع الورد واحد خلي شغل قاعد على قهو جاله صاحبه قال له اسمع فيه مؤسسة قطاع خاص وبتدي مرتبات بالهبل بس المدير بتاعها شايف نفسه شوية يعني لازم تروح تزوره في البيت وكل متين حلوين وخلاص تستلم الشغل قال له تغور لقمة العشة اللي تيجي من غير كرامة وساب القهوة ومشي بعد يومين قابله قال له باركلي مشي تعينتي في المؤسسة اللي قلتلي عليها قال له مبروح يبقى لازم روحتي للمدير البيت قال له فشل بعدتله مراتي بانك الدم يا بانك الدم شوف لينا عندك حب الدم يولا الحق دعمل معروف نديهم للمعنبوش دم يا بانك الدم بنك الدم يا بانك الدم ملقاش عندك حب الدم شوف لي شوية عميل معروف نديهم للمعنبوش دم يا بانك الدم شوف ليش للمعنبوش دم يا بانك الدم شكرا للمعنبوش دم يا بانك الدم